جهاز المناعة يا جماعة بيحتفظ بتسجيل لكل مايكروب هزمه يعني عنده فايل كده جوه أجسامنا مش فايل الحقيقة هي مليارات الفايلز يعني أنا مش ببالغ كل مايكروب دخل جسمنا سواء أصبنا بحالة مرضية وبان علينا أو لم يصبنا على فكرة إحنا يا ما بنتعرض لحاجات بس ما بتظهرش لأن المناعة بتخلص عليها من بدري بدري زي ما بيقولوا من بره بره خلاص المناعة بقى بتحتفظ بشفرة أو بتسجيل لكل مايكروب هزمته علشان كده بيتعرف جهاز المناعة على الميكروب ده ويدمره بسرعة إذا دخل الجسم مرة جديدة يعني لو دخل بقى مرة تانية آه إحنا عارفينك عارفين مواصفاتك وعارفين بتعمل إيه وعارفين بتتحالع الجسم إزاي تاك 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 يتعاملوا معه على طول من خلال الشفرة المحفوظة دي أو الذاكرة الدفاعية دي وبناء عليه فجهاز المناعة عنده القدرة على التعرف زي ما قلنا على ملايين ملايين الشفرات القتالية يعني نقدر نقول بكل بساطة إن الذاكرة الدفاعية لجهاز المناعة في جسم الإنسان أقوى من أي بنك معلومات عرفته البشرية طيب ماذا لو كان المايكروب بقى جديد على الجسم أقول لكم إزاي تحور الفيروس مش أنتوا سمعتوا أيام الكوفيد أيام الكورونا ربنا عارفينك يقولك ده دلوقتي بقى يقولك ده تحورت بلاش ليه من قبل الكورونا بكتير فيروس الأنفلوانزة ده مش إحنا بنوعنا نقول الله هو أنا جالي أنفلوانزة السنة دي وجالي أنفلوانزة السنة اللي بعديها وبتاع إزاي فتلاقوا الدكاترة يقول لكم إيه الأطباء يقول لكم أصل الفيروس حصل فيه تحور يعني إيه تحور الفيروس الفيروسات بالذات عندها قدرة هائلة على تغيير معالمها بشكل إن هي تبقى كناها حاجة تانية فهنا هي بتخدع الجسم بتخدع جهاز المناعة ينجز المناعة تعمل معها لإنها حاجة جديدة مش حاجة بقى عندنا شفرة لها في الحالة دي طب إيه اللي بيحصل؟ بيبدأ جهاز المناعة حربه ضد هذا المايكروب الجديد سواء كان فعلا مايكروب جديد أول مرة الجسم يتعرض له أو مايكروب أديم بس حصل فيه تحور فتغير شكله وبناء على قوة جهاز المناعة بتاعتنا بتكون نتيجة هذه المعركة سواء بالنصر إن شاء الله أو الهزيمة لقدر الله لكن برضو حتى لو حصل هزيمة الهزيمة إزاي يعني إنك تصاب بقى بالمرض تمام كده؟ لكن حصت لو حصل الهزيمة فهي هزيمة وقتية فاهمين قصدي؟ يعني المناعة بتفضل برضو تشتغل ولما بنروح بقى للدكتور بيكتب لنا على أدوية بعد ما بيفحصنا فالأدوية دي من شأنها إنها تساعد المناعة على إحداث بقى الهزيمة يعني بتبقى عاملة زي مطش الملاكمة كده جولات جولة كده كسبها الفيروس ده في الأول أو المايكروب ده في الأول أو كم جولة بس بعد كده أو زي مطشات الكور بعد كده رجعنا إحنا الجسم كسب أو زي مثلا مباراة كرة القدم تلاقي في الشوت الأول فريق مثلا جاب جنيين تلاتة بس يجو بعد كده يعملوا إيه؟ اللي بيقولوا عليها في البرامج الرياضية إيه؟ الريمونتادة اللي هي العودة بقى وهكذا علشان كده حتى في حالات الهزيمة اللي هي الوقتية زي ما اتفقنا بيبقى فيه مناعة للجسم ضد المايكروب ده يعني المناعة دي على فكرة بتستمر بعد كده سواء لفترة محدودة يعني بتفضل عندك مناعة شوية يعني انت لو جالك برد وخلاص بقى خفيت اعرف ان انت عندك مناعة كويسة فتلاقي اللي حواليك عندهم برد بس انت كويس ما تستغربش ما تقولش إيه؟ هو أنا ليه ما جاليش برد زي اللي معايا في المكتب أو اللي معايا في المكان اللي احنا بنتجمع فيه أو طالب في المدرسة عشان انت ما زال جسمك محتفظ ببعض الأجسام المضادة ضد الحاجة اللي منتشرة دي تمام كده؟ أو انها ممكن تدي مناعة طول العمر مش فيه أمراض بتصبنا ما بتجلناش تاني يعني دايما نقولك ايه المرض الفلائي لما جالك خلاص اعرف انه مش هجيلك تاني الحكاية دي كمان بتحصل لنا من وحنا أطفال ده معنى كده ايه؟ معنى كده ان فيه مناعة وأجسام مضادة طبيعة الأجسام المضادة دي كفيلة انها تحافظ عليك طول العمر تمام؟ ترجمة نانسي قنقر